معي عبر الهاتف من باريس رئيس تجمع أئمة مسلمي فرنسا الشيخ حسن الشلغومي شيخ حسن أهلا بك إلى نشرة الأخبار عندما تتنادى منظمات دولية وأيضا دول أوروبية من أجل إقامة فعليات ومؤتمرات مثل هذا المؤتمر للحديث وتسليط الضوء على الدعم القطري للإرهاب ما دلالت ذلك ولماذا عقدتم هذا المؤتمر حول العلاقة بين قطر وتنظيم الإخوان المسلمين ودورها في دعم الإرهاب أخي العزيز أولا أردت أن أقدم عزايا وأحرر لتعازي لعائلة الشهيد الشرطي البحريني الذي مات بيد الغدر بيد الإرهاب وكذلك لجلالة الملك والشعب البحريني هذا الشعب الأبي شعب الذي يظهر التسامح والتعايش ولكن هذه السيرة أزعج أيدي الغدر من أيدي النظام الإيراني وكذلك السياسة الفاحشة سياسة قطر نحن نظمنا هذا في جامعة في باريس لماذا؟ وصلنا إلى درجة أكثر من 7000 شعب أوروبي جندوا 2000 من فرنسا عدد الضحايا أكثر من 240 ماتوا بيد الغدر وإرهاب اليوم لما نتكلم عن الإرهاب لماذا نتكلم خاصة بالطبق المثقفة من شخصيات من صحفي من كتاب من جامعيين نتكلم عن الأنفاق من وراء ذلك فتبيننا بالأدلة بينا أن النظام القطري وراء ذلك تمويل قحش لمساندة الإخوان والإسلام السياسي وقضية تجنيد للشباب فهذا من أجل الضغط على السياسة من أجل تذلك توجيه الرأي العام وإذاح الرأي العام أن هذه الدولة فعلت شر الفعلات في مخصف أوروبا وخاصة أولادنا الذين صاروا كبش في دالي هذه الدولة ربما المميز في هذا المؤتمر أنه حضره أكاديميون وأيضا طلب الجامعات ربما الطريقة العلمية في الكشف عن تمويل القطري للإرهاب كان له ميزة خاصة في هذا المؤتمر بماذا خرجتم وهل كان فعلا الهدف والدافع بمراء عقد هذا المؤتمر هو فقط ما تلاحظه أوروبا من تمويل قطر للإرهاب وأيضا الشباب الأوروبيين الذين تحدثت عنهم وتم تجنيدهم وباعوا أنفسهم أيضا للإرهاب غالب المؤتمرات تكون أغلبية في قاعات أو في فنادق نحن اخترنا الجامعة الجامعة هي رمز كبير هذه الجامعة فيها حوالي 4700 طالب وهم خرجي الجامعات الجامعة كذلك هي سر الشباب لأن قضية التجنيد كانت أغلبية على الشباب أردنا نرسل رسالة شبابية رسالة قوية وواضحة بأنكم لن تسلوا لشبابنا فنوعي أولا شبابنا بهذا الخطر ونوعي كذلك النقبة المنتخبة خاصة السادزة جامعيين وصحفيين وكتاب ورجال دين من ناحية التوعية وهذا التأثير إن شاء الله قريبا كذلك ستكون في جامعة السربون بعدها كذلك ستكون في جامعة سيونسبو يعني سيكون جولة حول الجامعات من أجل أن التبقى المستقفة والأسادزة يقومون بواجبهم حقيقة فضح هذه الدولة ثم تبيان حقيقة ذلك حتى ننخلص بين الإسلام وبين هذه الشرمذة وبين الدولة هذه الدولة التي هي وراء هذا الخراب شكرا جزيلا لك من باريس رئيس تجمع أئمة مسلمي فرنسا الشيخ حسن الشغومة شكرا جزيلا لك Gabon شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا�니다 شكرا